من بعد كانت 80 في نيجيريا واللي كان احتل خلالها المنتخب المغربي المرتبة الثالثة غاب أصدقاء بدوزاكي على دورتي ليبيا وكود ديفوار وكانت العودة من بعد 6 سنوات العودة إلى حضيرة الأسرة الإفريقية في ميسر في العام 86 كان وجد التيمومي والرفاق دياله أنفسهم في مجموعة صعبة إلى جانب كل من الجزائر الكاميرون وزامبيا فكان التعادل أمام الجزائر سلبيا وإيجيابيا بهدف لمثل أمام الكاميرون وفوز صعب على زامبيا من ناحي المغرب تأشيرة التأهل للدور النصف النهائي ومنازلة منتخب الفراعنة المضيل تحدي كان كبير قهر ميسر فعقر الضار أمام أكثر من 100 ألف متفرج المنتخب المغربي نهار في اللحظات الأخيرة من هذه المواجهة على إتر ضربة خطأ فجاءت العملاق بادو الزاكين فدها طهر أبو زيد اللي كان من المفترض أنه ما يشاركش في هذه المباراة بعد تلقيه ورقتين صفراوتين لكن اللجنة التأديبية منحات البلد المنظم الهدية هدية الإعفاء من توقيفه حينها غادر المغرب هذه الدورة خاوي الوفاة بعد مشاركة لقاء الترتيب بتشكيله من الاحتياطيين ونهزم أمام كورت ديفوار لكن هذه المشاركة شكلت إعداد لهذه العناصر لكي تدخل التاريخ تاريخ كرة القدم الإفريقية في مونديال مكسيكو 86 اشتركوا في القناة